السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الناس بقى اللي بتحب الاكل الحاجات السهلة السريعة دي لكل ولادنا بيحبوها وهي طبعا صندويتشات البورجر ودي مفيش حد بقى مبيحبهاش تعالوا بقى نعملها النهاردة بس هنعمل بورجر فراخ وحنعمله من اول العيش لحد البورجر طريقة سهلة جدا وحلوة قوي وحتعجبكو جدا يلا بينا بقى نشوف الطريقة بس قبل ما ابتد الفيديو ياريت تشتركوا معي في القناة وتنسوش تفعلوا الجرس ولو الفيديو عجبكو ياريت تعملوا لايك يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اول حاجة انا جبت آآ صدور للفراخ عندي وفرمتها في الكابة كويس جدا وهبتدي بقى تبل هيحبين طبعا تحطوا صدور او وراك او مكس بين الاتنين اي حاجة موجودة عندكم ممكن تستخدموها طبعا حساب لكم المقدير في صندوق الوصف وبعد كده حطيت عليها بودر وبصل بودر آآ وفلفل اسود وملح وطبعا احلى حاجة بقى في الموضوع ده اللي هو كيس الفيجيتور حابين تحطوه سبايسي او بارد آآ اي حاجة بتحبوها براحتكم وبعد كده حطيت بقى معلقة كبيرة من المستر ده وبعدين عندي معلقة من البابريكا وعندي بصلة جبتها وبشرطها فرمتها كويس قوي بس البصل ده كان آآ احمر يعني يفضل بقى ان انتوا نجيبوا البصل الابيض عشان يبقى آآ لونه كده ايه هو مش هيبان طبعا بس يعني يفضل طبعا البصل الابيض بكتير يعني بس ما كانش عندي بصراحة فاستخدمت البصل ده حلو برضو قد نتيجة حلوة جدا بس اهم حاجة ان احنا نفرومها كويس قوي وبعد كده عندي بقى معلقة كبيرة كده بتدي طبعا هي شاشة حلوة او ما بيبقاش معاك قطعة البورجر ما بتبقاش مكتومة فبيفرق قوي لو انتم طبعا حابين ممكن نحط بيضة كمان آآ بس في ناس مش بتحب البيض هي مش بيبان قوي طبعا لان كل التوابل دي بتخلي البيض آآ مالوش ريحة اصلا ولا كأنه موجود بس انا فضلت ان انا محطش بيض وحطيت بس من معلقة البكينج بودر وبعد كده عندي ناخد بقى الخليط ده كله كده عندي رشة من الحبهان البودر برضو لو انتم مش حابين تحطها ومش موجودة عندكم مفيش مشكلة بعد كده عجنت بقى كل الكلام ده كويس قوي نخلطه كويس ولو لقيتوه مسلا محتاج آآ ومسلا لسه فيه سويل كده ومتمسكش معاكم ممكن نضيف معلقتين من البقصمات الناعم لو لقيتوها وهي وانتو بتشكلوها كده يعني حستو ان هي فكت معاكم شوية بس هي متماسكة معايا شايفين اهو لو حستوها طرية زي ما قلتلكم ولسه فيها سويل ممكن نضيف آآ معلقتين من البقصمات بعد كده عندي الكاتشاب كده برضو معلقة كبيرة من الكاتشاب الحاجات دي كلها بتدي نكايات حلوة قوي بس لما زودت الكاتشاب بقى حسيت ان هي محتاجة آآ بقصمات فزودت معلقتين من البقصمات واقلبتهم بقى كويس وعجنتها كويس جدا وبعد كده هجيب بقى استراتش او كيس آآ تلاجة وهحطه في الطبق اهم حاجة ان احنا لازم نخلي عازل بين الطبق وبنقطع البورجر عشان لما نيجي نطلعها بتبقاش لازقة في الطبق وتتكسر معاكي هنحط بقى كيس الستراتش ونجيب بقى قطع البورجر وتشكلوها طبعا الحجم اللي انت عايزينه آآ بس هنجتشكلها طبعا انا ما عنديش الاداة بتاعة تشكيل البورجر فاحنا بقى هنشكلها كيس آآ تلاجة عادي خالص هنجيب كيس تلاجة كده ونفتحه بالشكل ده شايفين اطلع معايكي برضو قطعة البورجر متساوية وهتبقى حلوة قوي يعني احنا بنحاول نبسط الامور يعني وبعد كده اخد بقى قطعة البورجر بتاعتي الحجم اللي انتو عايزينه هو انا طبعا في في البورجر ده انا لما جيت عملت الصندويتش كان القطعة صغيرة شوية فلان انا عملت البورجر شكلته قبل ما اعمل العيش فانتو بقى يعني حاولوا ان انتو تزبطوه كده يبقى على قد حجمه على قد رغيف العيش بتاعك او رغيف القيزر اللي انت هتعمليه حاولي تزبطيها بقى بعد كده انا عملتها بقى بالطريقة دي لفة لفة صغيرة بس كده وابتدي اضغط بايدي كده لحد ما تساوي معايا شايفين لو محتاج اداة للبورجر ولا محتاج اي حاجة بقى حطه ورصه بقى في على الطبقة وبين كل طبقة وطبقة لازم نحط الستريتش بتاعي طبعا انتو كده ممكن بقى تغلفوه كده وتشيلوه في الفريزر آآ اللي طبعا منين ما تحبوا تستخدموه تطلعوه على طولي بقى يجهز الاستخدام يعني انفرز البورجر بنفس الطرعة دي بعد كده حطه في الفريزر طبعا لازم يتسافل الفريزر ساعتين تلاتة كده وتعالوا بقى نعمل عمل ما سيته في الفريزر شوية هنعمل بقى العجينة بتاعت الكايزر انا جايبة عملت طبعا كمية كبيرة شوية فانا جايبة آآ كيلو من الزي وحطيت عليه معلقتين من لبن البودر وعندي معلقتين من السكر وبعد كده عندي باكم من الخميرة الفورية زي ما قطركم كل برضو للمقاديل حاسبها لكم في صندوق الوصف بعد كده عندي نص معلقة كده من البيكنج باودر برضو بيدي هشاشة حلوة قوي للعيش بتاعك فانقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض كويس بعد ما قلبته كويس عندي بقى البيض بتاعي وانا باستخدامها طبعا انا حطيت اتنين كيلو دي مش كيلو معلش اتنين كيلو دي بعد كده هنزيب الطين بقى لكل كيلو دي حطيت بيضة وبعد كده حط على اليوم بس رشة صغيرة من الخل دي طبعا بتساعد طبعا على ان العيش بتاعي يبقى هاشش كده شوية وفي نفس الوقت بتضيع اي زفارة للبيت هو كده كده زي ما قلت لكم عندي الخميرة والحاجات دي كلها ما بنحتاجش ان احنا آآ يعني بتضيع اي زفارة طبعا للبيت وبعد كده عندي لبن بعجن بلبن لو عايزين تعجله بمية ما فيش مشكلة ممكن نعجن بمية لان انا حط لبن بودر وبعد كده عندي معلقة من الملح عجن كويس قوي وفي اخر مرحلة بقى من العجين حط آآ معلقة معلقة كبيرة من الزبدة لكل كيلو وحط معلقة زبدة عجنه بقى كويس جدا اهم حاجن عجنه كويس قوي وحنسيبه بقى يخمر براحته شايفين بقى خمر ازاي وبعد ما تخمر بقى كده معايا هجيب بقى صنية عادي هنا دهنة صغيرة قوي بالزيت يعني تكاد تكون يعني معدومة يعني لو حتى جبته منزيل كده وبلته ومسحتوها مسحة وسيطة قوي بعد كده العيش الكزر بتاعي بقى زي ما انتم عايزين تعملوه وعملوه انا العيش بتاعي بحب ان انا افرده شوية يعني مش عايزة يبقى يعني بحب افرده شوية انتم ممكن تاخدوا الكرة زي ما هي كده وتحطوها في التسيبوها زي ما هي كده ما تبططوهش زي انا ما بعمله بس انا بحب افرده علشان ما يبقاش عالي او كده يعني عارفين تبقى طبقة بس العيش كده آآ يعني هشة وفي نفس الوقت ما تبقاش تخينة قوي. نعرف ناكله بسهولة. لو انتو مش عايزين تبططوه عايزينه زي اللي بنشتريه من بره. مش بتبططوه خلص. بتاخدو الكرة زي ما هي كده. وتحطوها في قلب الصينية. بيطلع معيكو زي ما انتو بتشترون بره عالي كده. فزي ما قلتلكو دي اختيارية. لو انت عايزينه مفروض زي ما شفتوه في اول فيديو بتعملوه كده. لو عايزينه كده زي ما قلتلكو ان انتو بتحطوه زي ما هو. بعد كده هجيب بقى مية او ممكن لبن اي حاجة موجودة عندك. وبنمسح وش بس الارغيف بتاعي. مسحة بسيطة كده. عشان هحط عليه سمسم. عشان عايزة السمسم ينزق عليه ما يقعش منك. فلازم نبقى ندهن اي دهنة صغيرة كده. وبعد كده رشيب بقى السمسم بتاعي. وهسيبه بقى يتخمر في مكان في الفرن كده ولا حاجة? سيبه في مكان دافي. آآ يعني مش متعرض الهواء. ويفضل طبعا ان احنا نغطيه. ونسيبه لحد ما يتخمر تاني. بعد ما خمر معي. حطيته بقى في الفرن. للمرة التانية. وحطيته في الفرن بقى شايفين. ما شاء الله اللي بتاعي طالعي زي. ده قاعد في الفرن. آآ حوالي ساعة الاربع. على درجة حرارة مية وتمانين. ولو نشغل المروحة. ولو فرنك طبعا واطي بقى نخلي الفرن على درجة حرارة متين وشغله المروحة. ولو حاسيت ان هو عايز ياخد لون على الوش ممكن نعلي الوش شوية. بعد كده بقى تعالوا بقى القطع البوركر بتاعتي بعد ما قاعدت في التلاجة في الفريزر شوية وتجمدت. جبت بقى اي جريل كده او طاصة. وده انتهى دهنا صغيرة بالزيت وحطيتها طبعا على النار عالي عشان ما يفقدش السويل بتاعتها. وتتشوى معي بسرعة. وبعد كده بتدي يقلبها على الجنبين. شايفين بقى جمالها ما شاء الله طالعها ورحتها حلوة جدا. وطعمها حلوة قوي. بعد ما شوتها بقى نبتدي بقى نجيب العيش بتاعي شايفين عايز او ريكو بقى العيش من جوه شايفين طارس زي. وفي نفس الوقت كده في فراغات كده وهاشش كده وحلو جدا. وماش عالي زي ما قلتلكم زي ما بنشتري من برا. ولو انتو حابين تصغروا الرريف او عن كده او تكبروا دي حاجة ترجع لكم. هنفتح بقى العيش بتاعي. والحشوة دي بقى والتوبنج دي حاجة ترجع لكم. انا اكتفيت بس ان انا هحط الكاتشب. لان احنا بنحب الكاتشب شوية. لو انتو حابين اي حاجة تانية مايونيز آآ ممكن نحط مستردة ممكن نحط حاجات كتير قوي. حشوات كتير انتو بتحبوها ممكن تضفوها. بعد كده بقى هنحط بقى عندي نفرد بقى الكاتشب كده. بترازي. وبعدين بقى هنضيف بقى اي حاجة عندك خضر حابة تحطيه برضو ممكن تحطيه. فانا هحط الكابوتشي خاصة الكابوتشي دوت. هنرص بقى الخاصة الكابوتشي ونرص بعدين. شارع يحمل التماطم. وبعدين قطع البورجر بتاعك زي ما انتو شايفين طبعا قطع البورجر طلعت صغيرة شوية عن الرائف. فانتو حاولوا بقى يتكبروا القطعة البورجر يعمل صغر ورغيف شوية. وبعدين نحط حابين تحط عليه كاتشب ممكن نحط عليه كاتشب ونحط عليه خيار مخلل خيار عادي. زي ما قلتلكم التوبنج ده اختياري. اي حاجة بتحبوها بتحطوها جوا السندويتش. وبجد طعمه حلو جدا. يا رب بقى يكون مصفة عجبتكو. وما تشترويش تاني بقى من بره. السلام عليكم.